اشتركوا في القناة اللي بتلقي وماذا؟ صبر واجعلنا بعضكم لبعضٍ فتنة أتصبرون؟ وكان ربك بصيراً أتصبرون؟ فتنة بدا صبر الفتنة هذه اللي بتلقي وماذا تنجح فيه ولا مضي صحيح؟ بدا اي امتحان بدا صبر الاستعداد والخوض بدا صبر علشان تنجح فإذاً هذا إبتلاء بالقضايا الشرعية إبتلاء بالقضايا الشرعية كثير جداً 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 كل الأوامر الشرعية هي إبتلاء لإرادة المكلف أي شيء؟ الله قال لك افعل لا تفعل إبتلاء لإرادتك وأخطر من هذا إبتلاء لدعوة الإيمان والإسلام منك أنا مسلم أنا مؤمن كلمة هذه دعوة وارجينا برهن هذه الدعوة كيف تتطرينها؟ الصدور البخوع الخشوع لأمر الله الأقوف عند حدود الله تبارك وتعالى في الكبير والصغير انت ما يهمني هيك بتكون من أئمة المتقيل إن شاء الله تعالى لذلك سبحان الله علم الله لم أقدر أنا كبرت الجمعة ولا أعرف ماذا سأقرأ أجلت الفجر لحالها إلا فيها أي تل إبتلاء وما كانش على بالي فعمل إنسان إذا مبتلاه ربه والله ولا عذاري سبحان الله العظيم فأكرمه ونعمه الله يقول لك قال لك هذا إبتلاء ليس لأنك إنسان صالح ليس لأنك أنت من أبناء لا وحبائي فأعطاك الزوجة الحسناء والأموال والفلال والسيارات والشهادات والعلم لا 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 خوّلك كل ما خوّلك ليابتاليك هتكون من الشاكرين أو من الكافرين ولا مستحيح أعطاك زي سليمان عليه السلام سخروا الإنز والجن والطير ملك عظيم ملك عظيم وفضل مبين لا إله إلا الله ما قال بعدين؟ ومن أعجب ما اتفق له أنه أنه هو أحضر هذا البرجح دائما هناك ناس قال لا عنده علم الكتاب واحد ثاني اسمه آصف بن برخياء ومش عارف أنا برجح أنه عنده علم الكتاب هو سليمان نفسه وسليمان أثبت مزيته على أكبر عفريت من الجن قال له أنا ورجيك عاد كيف قال الذي عنده وعمل له سليمان عليه السلام أنا آتيك بيه قبل أن يتد إليك ترفق وبعدين فلما رأوه سليمان نفسه مستقرا رأى العرش مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي شفته أظهر مزيته قال أنا الله أعطاني شيئة هالعات أنا ما بديش مسافة خمس ساعات هذا قال له قبل أن تقوم من مقامك ما معنى يعني قبل أن ينفض المجلس كان عنده مجلس الملك فضحه الشريدة ساعة ثمانية ببدأ المجلس بخلص ساعة داعش اطناعش أربع خمس ساعات قال له مشوار المجلس هذا أنا بكون روحه جيبته ثم قالوا لا أنا طرفت عين سيكون عنده ماذا جم فلما رأوه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني الله أكبر شفتوا كيف الأنبياء دائما فهمين منطق الابتلاء فلسفة الابتلاء لذلك المؤمن يا أخواني المؤمن لا يغطر ولا يستكبر ولا يبجح ولا يفتخر ولا أبدا يعص الله بنعمه بعد ما الله يعطيه لأنه دائما عارف أنه كل ما أي خول من نعمة إنما هو ابتلاء وفتنة فهو شديد الحرصي عظيم وعلى ماذا على أن ينجح في الابتلاء يا رب شفت نجحت إن شاء الله يا رب نجحت أنا حوجيك أني بنجح إن شاء الله تجعليني أكبر ملياردير ليس سأعصيك ليس سأستخدم فلس من هذه الفلوء في معصياتك لن أعلم أبدا أبدا الله قال له تثبت أنا أزيدك لأن شكرتم لأزيد لأم القسم قال له وعزتي لأزيدك لأزيدك واحد الله أعطاه ثم انتقصه يعرف أنه هذا ما نرجح في الاختبار فشل بس واحد الله أعطاه شوية وزاده وزاده يعرف أنه هذا من الشاكرين هذا القانون يطبق على المسلمين بالذات على المسلم لأنه على الكافر لا يمكن الله يعطيه 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 فتنة أبدا فتنة هو قائن البعيد عشان نفكر حال أنهما شاء الله يعني فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أود وأخذناهم بغتا فإذا هم لا لكن هذا القانون تريد أن تنتهيز في سنن تخص المؤمنين وفي سنن تعم غير المؤمن هذا شيء ثاني القرآن دقيق في عيننا واحد فربنا عنده يعني أكيد أنت تربي ابنك وعندك غرض وعندك طريقة وعندك طولة بال وعندك فلسفة تربية ابنك غير تربية ولاد الجراهن وليس صحيح أقول له ربنا أستغفر رظيم لا لكن هناك فرق بين واحد هذه إلا المثال الأعلى واحد قال لك أنا أعترب بربوبية الله وأعترب بإلهية الله وأنا عبد المضيع كذا الله قال له آه هكذا لي غرض ثاني فيك وعند طريقة في معاملتك واحد قال له أعترب بك ولا أرىك ولا أبدا آه الله قال له أنت عندك منطق ثاني سأعملك بطريقة ثانية ليس حظنبك في الدنيا سأعطيك حظك في الدنيا وعلى قدر دهائك وذكاءك وشغلك وفهلوتك أيضا ستأخذ لا يوجد مشكلة قال له عقابك في الآخرة عدل عدل إبراهيم قال قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم قال له بالله قال له ومن كفر قال له الله ومن كفر عدل المسلم لا المسلم يأخذ الله في الدنيا تعال الحمد لله يبضل الله علينا قال لك لا يزال البلاء بالرجل المؤمن يعني حتى يلقى الله وما عليه من ذنب الله يبتليه مرة عقوبة مرة عادي التأهيل مرة إصلاح مرة كذا مرة تذكير مرة تنبيه مرة كذا مرة امتحان للتمييز والرفعة وكذا مرة عشان تبليغ الدرجات يقول له الله يبتليك حتى بعون الله تلقى الله وما عليك اللهم نسألك أن نلقاك وليس علينا يعني ذرة مثقال حبة من خردل من إثب اللهم آمن وهذا من رحمة الله بنا هذا من رحمة الله بالمؤمن بفضل الله تبارك وتعالى فأسل الإيمان فلما رأه مستقل قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه يلا ليس بحتاج شكراك ومن كفر فإن ربي غني كريم كلها ابتلاءات كلها إيه ابتلاءات فالابتلاءات بالفروع كثيرة جدا كثيرة بالجهاد يلا قموا قاتلوا دافوا عن نبيك وعن دينك وعن حرمتك وعن عراضك لا نقاتل ألم ترى إلي الذين قل لهم كفوا أيديكم في النساء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذين كانوا تهدد وتوعدوا وين وليش الله منعنا نقاتل يا رب خلينا كذا بيوتنا راحت أعراضنا أولادنا حياتنا ثمرات عارب إيه الله يقولهم الهوينة الهوينة اربعوا على أضاعكم كل شيء في وقت لا بدنا نقاتل خليك يجبنا مغلول يقول عن هؤلاء الكفار المعتدين فالله بعد أن قالهم أذيني الذين يقاتلوا بأنهم ظلموا قال مأذول لكم يا الله دافعوا عن أنفسكم قالوا هاي بها السرعة هذه هذولمين طائفة من الصحابة ليس كلهم ععوذوا بالله قلة قلة منهم كانوا بتهدد وتوعدوا وين وكيف فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ما هذا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ما لكنتوا هذا خيفين خافوا ما نهدوا الله امتحن ماذا امتحن دعواهم كانوا بالدعو نحن أي حبينا نقاتل ونجاهد وننصر الله ورسوله دعوة من ذن دعوة من عشان أكمل أنا قصة الجمعة وسبحان الله بعدين أقرأ البينا وقلأ نقرأها ولا على بالي والله أنا أقرأ فيها عشانك حتى ترفلت عن الآية القصيرة هيا قلت يا الله هل من هذه أيضا آية يعني مورد مثل هذولا كانوا ماذا تدعو جماعة بني إسرائيل أننا سنظلنا أكيد في عنا بعض الأشياء وبعض المشاكل لكن سنظلنا هكي لما الله يرسل لنا النبي الخاتم بالبينات ونحن إن شاء الله نلتزم بما لأن هذا ستكون العهد الجديد العهد الأجد في العهد الأجد سيكون العهد الأجد سنستوثق بي وسنمزق بي هكي الله قال لهم هاي محمد يا الله لكن ليس منكم ما تظهر من ذورية يعقوب ومن ذورية إسماعيل قال لك محمد هذا ما هو قصته من وجه أنا مش عارف وبدوا يتكلموا فالله قال لم يكن الذين كفروا من أهل كتاب والمشركين منفكين حتى موسيقى 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 موسيقى